يدرس الجهاز الفني الاسماعيلي الدفع باللعب كريم الديب في مركز الظاهير الايمن للفريق الاول لكرة القدم اساسيا بسبب اصابة زميله كريم عرفات خلال لقاءه مع فيوتشر في الاسبوع العشرين للدور الممتاز المحدد موعد الجمعة المقبل باستاذ السلام بالقاهرة اصبح محمد مخلوف لعب وسط الاسماعيلي الورق الرابحة لدى الاجهزة الفنية التي تعاقبت على الفريق الاول لكرة القدم في الموسم الحالي بدأة من الاسباني اخوان كارلوس جريد ثم ايمن الجمل واحمد حسان ميدو واخيرا حمزة الجمل حيث يقوم بتجهيزه بدنيا وفنيا للدفع به في لقاء فيوتشر الجمعة المقبل باستاذ السلام من بدايته تسلمت الاجهزة الفنية والعملين بالاسماعيلي راتب شهر فبراير خلال موعده بداية الاسبوع الحالي ولم يحدث اي تأخير نتيجة وجود رصيد مالي بخزينة النادي الاسماعيلي حيث سبق واعتمد اللواء شريف فهم بشارة محافظة الاسماعيلية خمسة مليون جنيه يستقطع منها لصالحهم راتبهم الشهري وافق عطيته ابو عراء عضو مجلس الاسماعيلي الاسبق على توفير كافة مستلزمات مطعم فندق اللاعبين الكبار والناشئين بالنادي على حسابه الشخصي حيث ارسل مخزونا من السلع الغذائية الاستراتيجية يكفي سلاسة اشهر مقدما وبالتالي يقضي على المعاناة التي حدست داخل هذا المكان الحيوي في اواخر عهد مجلس يحيى الكومي اسند حمزة جمل المدير الفني الاسماعيلي مهام مخطط الاحمال لمعاونيه المدربين ايمن كمال واحمد لطفي بعد الاستغناء عن خدمات السنائي احمد عبد المقصود وطارئ الباروكي الذين استعان بهما احمد حسام ميدو القيادة الفنية السابقة للدرويش ترجمة نانسي قنقر